بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابع القناة بعد طول انتظار وأخذ ورد تم فتح موقع الخاص بمنصة التوظيف على أساس الشهادة من أجل إزياز اختباء من أجل المشاركة في منصة مشاركة في مسابقة الأسلك إدارية خاصة بالتربية الوطنية هذا هو الموقع كما ترون كونكور بوانديزات أقوم وبترك رابط لكم هذا الموقع في أول تعليق مثبت لهذا الفيديو بإطارة نقوم بعملية الشرح عندك هنا تقوم بالضغط على التسجيل بعد ذلك عندك هنا ستة مراحل لهذا التسجيل عندك هنا الموافقة على الشروط بعد ذلك معلومات الترشح بعد ذلك الحالة المدنية والعائلية للمترشح بعد ذلك الشهادة وبعد ذلك الحالة المدنية وفي الأخير عملية التأكيد هنا نقوم بالمرحلة الأولى وهي بالضغط على هذه وتفعيل هذه العلامات من أجل المرور للمرحلة الثانية عندك توافق على هذه الشروط عندك هنا تضغط على التالي للمرحلة الترشح هنا تختار المديرية الخاصة بك مثلا سأختار مديرية تيليمسان هنا لما تضغط على الولاية الخاصة بك ستظهر لك المناصب وعدد المناصب المتاحة في كل ولاية يعني كل ولاية تختلف المناصب فيها مثلا سأختار هنا نائم مقتصد عندك هنا 44 منصب نضغط على التالي عندك هنا معلومات الحالة المدنية والعائلة المترشح عندك هنا التعريف رقم تعريف الوطني عندك هنا رقم تعريف الوطني كيفاش هو رقم متكوي من 18 رقما في بطاقة تعريف بيومترية بعد ذلك تملأ اللقب والاسم باللغة العربية وبعد ذلك تعيد كتاباتهم باللغة اللاتينية الاسم واللقب بعدها اسم الأب باللغة العربية اسم الأم باللغة العربية ولقب الأم باللغة العربية وهنا عندك الجينس ذكر أو أنثى تاريخ الازدياد مفطار هذا الحكم هنا نقوم بوضع لا إذا قمت بوضع نعم ذلك خاصة الذين لديهم تاريخ الميلاد لا يتوفر على يوم الميلاد وشهر الميلاد بعد ذلك تختار ولاية الازدياد وبلدية الازدياد رقم شهادة الميلاد تجدونه في شهادة الميلاد على اليمين على شهادة الميلاد والنوع عقل الميلاد هنا نقوم بالضغط على عادي بعد ذلك الحالة المدنية متزوج أو أعزب ومتكفل بعائلة عندك هنا المتكفل بعائلة عندك هنا عدد الأولاد عندك الجنسية جزائرية بلدي الإقامة تختار بلدي الإقامة التي تقيم فيها والعلواج الشخصي اللي رأيك تسكن فيه حاليا ورقم الهاتف البريل الإلكتروني يعني كل خانة اللي تلقى فيها هذا الرمز النجمة بالأحمر لازم تملأها يعني إلزامية عندك الوضعية التجارة الخدمة الوطنية هنا نختار مثلا مؤدة معفى مؤجل هذا هنا يا أصحاب السورسي كما قلوا عندك هنا نختار مثال معفى رقم الوثيقة هنا رقم المرجع الوثيقة كيف يمكن رقم الوثيقة نرمال مو قانونيا حسب كلمة المرجع هذا هو المرجع لكن إذا قمت بإدخال هذا المرجع كاملا إذا قمت بإدخاله كاملا لا يستقبله الموقع كما تلاحظون يستقبل أرقام فقط كما تلاحظون لا يستقبلها والحروف لا يستقبلهم بعد ذلك يمكنك إدخال فقط هذه ثلاث أرقام من الأخيرة ثلاث أرقام من الأخيرة أنا أفضل أو تقوم بإدخال الرقم الموجود على ظهر البطاقة هذا تقل بإدخال هذا الرقم الموجود على ظهر البطاقة في أدخانة الثانية عندك تاريخ الإصدار تاريخ الإصدار البطاقة هذا هو حر رافي هذا هو تاريخ الإصدار البطاقة يعني تضيفه هنا بعد ذلك وثيقة إثبات الخدمة الوطنية العسكرية تقوم بعمل سكان لها ويجب أن لا يكون الملف يتعدى حجمه 1 ميجابايت كما تلاحظون نقوم باختيار الملف وتختار كما تلاحظون تختار هنا الملف وتضغط أفرير بعد ملء كل هذه المعلومات نقوم بالضغط على التالي من أجل المرور إلى المرحلة المرحلة التالية الخاصة معلومات بالشهادة سأقوم بمن هذه المعلومات وأعود إليكم نقوم بالضغط على التالي للمرور إلى المرحلة التالية وهي الخاصة بالشهادة هنا عندك تسمية الشهادة تختار الشهادة الخاصة بك هنا عندك حط لك 4 سوداسيات كاملة من التعليم العالي انت هنا واش الدير يعني لكي تكون حاجة سهلة سكاني عند شهادة الليسونس معها 4 سوداسيات كوشوف النقاط حتى تسكانيهم في ملف واحد رح نحط لكم فيديو في الفيديو كيفاش تسكانيهم في ملف واحد وتحطهم في ملف واحد باش تجيك طريقة تسجيل سهلة نختار 4 سوداسيات هنا تختار تخصص خاص بشهادة تاعك مثلا على المقتصادية هنا رقم الشهادة رقم الشهادة هذا هو رقم الشهادة الخاص بشهادة الليسونس هذا هو تحت رقم حريرة بتاريخ تحت رقم هذا هو رقم شهادة الليسونس بعد ذلك تاريخ الشهادة هنا جماعة ما تغلطوناش رح تشوف هنا رح نحط لك باللون الأحمر يعني ما تخلطوناش من هذا التاريخ وضع لك مثال من هنا عندك محضر الجلسة المداولة تجدها أين تجدها ؟ أخي لا تتجدها فيها لا تختير لك لقد خطر جدا كيف نتجدها لا تتجدها لديك كيف تتجدها هنا هنا وبينا على محضر لجنة المداولة لدي هنا تاريخ شهرة لسلس لدي هنا 26 جوان 2024 تسجدها هنا التاريخ هنا. تحط التاريخ تاعك هنا. بعدها الجهة المنيحة تحط الجامعة. تلقاها هنا. حرية فيها تلقى الجامعة عن تاعك او المركز الجامعي. يعني المؤسسة اللي كنت قرأ فيها الجامعة اللي تخرجت منها. بعد ذلك تختار الملف الخاص بالشهادة. يعني الاسكانيتو ويجيب ان لا يتعدى واحد ميجابات. يعني راح نسجل. نقوم بهذه البيانات. عفوا. هنا الجهة المنيحة مثلا تليمسان. وهنا نختار ملف الشهادة الليسونس. يعني لو تشوفوا تقدر تختار ملف واحد. كاللي عنده سوداسيات متفرقة. ما عندوش في ملف واحد. كاللي ما في تفرقين بالميثال الامدي تلقاهم في تفرقين ما جايينش في ملف واحد. والكلاستيك تاني ما تلقاهمش في ورقة واحدة. يعني راح نسرح لكم الطريقة كيفاش تسكاني شهادة الميلاد مع كشف النقاط في الفيديو المقبل. بعد ذلك نضغط على التالي. في المرحلة الموالية حالة المدنية. في هاد المرحلة جمعاء كان بزاف راح يجيهم ابهام هنا يقول لك هذي انا ما خدمتش. يعني اذا كنت ما خدمتش ما راكش خدام. تضغط على التالي مباشرة تضغط على التالي. اما هذي راح خاصة بالناس اللي راح خدامه مرسمة. يعني قولوا احنا يبدأ باختصار كان الي راح خدام الفلدية وحاب يشارك في هذا المسابقة. يعني حاب يبدأ القيطع. يعني يعني يعمر هالمعلومات نتاعه ويضغط على التالي مباشرة. نضغط على التالي مباشرة هنا عندك أخي مرحلة وهي أم مرحلة عندما تغلطون ناشا الجماعة عندك اسم مستخدم و كلمة المورور و التأكيد كلمة المورور هنا اسم مستخدم تضع اسم و لا تضع مع أرقام مثل المثال لا تضع محمد واحدها تضع محمد و معها حرف يعني لا تضع محمد و معها 12 رقم 12 ما راح يقبلك السيت فيما يخص كلمة المورور حطنا أرقام و حروف مختلطة و لا بد أن يكون تكون كلمة المورور أكثر من ثمانية حرف كي واحد المشكلة يوقع لكم هنا كان يحط واحد الكود يكون فيه أقل من ثمانية حرف و يفوت له التسجيل يعني يفوت تسجيل بناجح تعطيه هنا تم التسجيل بناجح لما يدخل الحساب متاعه تقول له كلمة المورور خاطئة لابد أن تكون أكثر من ثمانية حرف يعني راكي نوحد الخلل هنا في الموقع يعني هنا حطوا كود يكون طويل إن شاء الله هنا من المثال نحط هنا 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 كمال هنا نحط كلمة المورور تكون متكونة من أرقام و حرف و نضغط على تسجيل ننتظر تم حفظ بياناتك بناجح يمكنك تسجيل الدخول بنجح حالياً تم التسجيل ننتظر قليلاً سيأخذك مباشرةً لتسجيل الدخول لحسابك مثلاً سأقوم بتسجيل الدخول إلى حسابي نقوم بتسجيل الدخول تم تسجيل الدخول بنجح كما كنت شوفوا هذو ما المعلومات نتاعي هنا اللي سجلتهم كما حتم ملاحظة هنا لإتمام عملية التسجيل يتعين على المترشح يكمل عملية الدفع في حالة عدم دفع حقوق التسجيل الملف يعتبر لاغياً يعني لازم لك تسجيل تكمل التسجيل تاعيك عن طريق بطاقة البريد الذهبية يعني حقوق التسجيل كما كنت شوفوا هنا مئتي دينار ومعها رسوم ثلاثين دينار يعني لازم يكون عندك في الحساب مئتين وثلاثين دينار في الفيديو المقبل سأقوم بالقيام بعملية طريقة الدفع عن طريق بطاقة الذهبية يعني كان اللي رهم يعرفوا يتعاملوا مع بطاقة الذهبية نعتذر على هذا الشرح المبتدئ يعني نعذروا هنا هذا اول فيديو عندي ولي عنده شي استفسار او مشكل يحطوا لنا بالتعليقات ونجاوب عليكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونتمنى التوفيق لكل المترشيحين اشتركوا في القناة